أوعز المفوض العام للشرطة شبتاي أوعز برفع حالة التأهب قبل مسيرة الرقص بالأعلام في مدينة القدس يوم الأحد القريب وتستعد الأجهزة الأمنية في البلاد لهذه المسيرة التي من المفترض أن تقام وسط تحذيرات من تصعيد في الوضع الأمني في المنطقة بسببها ونصحت أذرعة الأمن المختلفة في البلاد رئيس الحكومة نفتالي بنت بأن تقام المسيرة كما هو مخطط لها وأن يتم الحفاظ على مصارها القائم وعدم تغييره في اللحظة الأخيرة مفسرين ذلك بأن أي تغيير في مصار مسيرة الأعلام سيفسر على أنه تراجع وضعف إسرائيلي من جانبها حذرت حركة حماس الفلسطينية من تداعيات موافقة الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين على تنظيم هذه المسيرة في محيط المسجد الأكسى المبارك وتعهدت بمواجهتها بكل الإمكانيات كما قال أكثر من متحدث بلسان الحركة من ناحية أخرى أفادت مصادر إعلامية بعد ظهر اليوم الخميس أن محافل سياسية أمريكية على مستوى عال طلبت من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر وفحص مصار المسيرة من جديد وتغييره وقالت نفس المصادر أن المحافل المذكورة تخشى من أن تتسبب المسيرة في مسارها المعلن إلى حدوث صدام وتصعيد عسكري في المنطقة وكانت السفارة الأمريكية في القدس قد أعلنت منذ أمس الأربعاء أنه ممنوع على موظفيها وأفراد عائلاتهم زيارة البلدة القديمة في القدس اعتبارا من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين القادم فيما نشر تحذير للرعاية الأمريكيين في البلاد ودعوة لتوخي الحذر على الصعيد السياسي لا تزال أصداء رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية في فعاليات إحذاء ذكرى النكبة لا تزال تثير الكثير من ردود الفعل على المستوى السياسي الإسرائيلي الرسمي والشعبي فقد انضم عدو الكنيست من حزب الليكود يؤاف جالنت إلى زميله وزير المالية الصابق عدو الكنيست عن الليكود أيضا إسرائيل كاتس وشنه والآخر هجوما على المواطنين العرب في البلاد من على منبر الكنيست ودعا وزير التعليم الصابق جالنت المواطنين العرب في البلاد إلى عدم ارتكاب الأخطاء والاعتداء على الأكثرية اليهودية في البلاد على خلفية قومية على حد تعبيره كما قال الوزير الصابق جالنت مهددا المواطنين العرب الثمن الذي ستدفعونه سيكون باهذا ليس هناك أسبقية في العالم بأن تعتدي أقلية على أكثرية دعونا نستمع إلى جالب من تصريحات عدو الكنيست والوزير الصابق يؤاف جالنت من على منبر الكنيست مفتنى שيגיע הרגע يגיע הרגע وأنتم تעברوا את הקו האדום وכשאתם تעברوا את הקו האדום המחירים יהיו כבדים ביותר وأني אומר כאן אם הציבור הערבي ידע להעריך את ما שמדינת ישראל עושה למען הציבור הערבي وأني הראשון חושב שצריך לעשות את זה כי חיים טובים לערבים הם חיים טובים ליהודים ולהפך אנחנו נכבד את זה נתמוך בזה ונוביל לסגסוג על מנת שנעבוד ביחד ונפעל יחד אבל אם יתגברו המקרים שבהם על רקע היותנו יהודים אנחנו מותקפים על ידי מיעוט דבר שאין לו תקדים בעולם אף פעם המיעוט לא תוקפת הרוב אם אתם תמשיכו בתהליך הזה אנחנו רבותיי נגיע למצב של אין ברירה ואין ברירה של היהודים זה נשק חזק ביותר שיש לנו إذن كانت هذه التصريحات التي أدل بها الوزיר وزיר التعليم السابق יוא�ف גלנט من على منبر الكنيسة فيها تهديد واضح للمواطنين العרב للحديث حول هذا المشهد وحول مجمل التطورات السياسية في البلاد ينضم إلينا الآن في الستوديو في بثحة مباشرة الناشط السياسي والاجتماعي والمحلل السياسي أيضا ماجد صعابني أهلا ومرحبا بك مساء الخير أهلا مساء الخير لك برجمع المشاهدين أستاذ ماجد صعابني أنت مواطن عربي يعني يؤمن بالسلام وبقيام دولتين دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل عاصمتها شرقية الكدس ويعني لك أصدقاء من المجتمع اليهودي ومعارف وتتعامل معهم كيف تشعر حينما تسمع مثل هذه التصريحات صادرة عن شخص كان وزيرا للتعليم قبل سنوات قليلة يعني هذا الشيء غريب جدا وخاصة بعرف هذا الشيء هم اللي من جيلي يعني اللي من موليد أول سنوات إسرائيل سنوات الخمسين لحد اليوم وعصرنا الحكم العسكري فترة الحكم العسكري اللي هي ما تقدد أكثر من عشر سنوات لم يكن هذا التهديد أبدا منذ هذا التاريخ اثنين جلند يعني هو مش ساكن في تل أبيب هو ساكن بعمقم اللي هي صبارين اللي بحد كفر قريعة تبعد أربعة خمس كيلو متر عن كفر قريعة وبعرف انه هناك مليئة البلد هدي من الأمال اللي بيشتغلوا هناك وبعرفهم عن قرب وبعرف كدش السلم وكدش المحبة وكدش بينا وبينهم يعني بين البلد هدي وعملهم وأنا أستغرب هذا الحديث وهذا الحديث فهو يشقع النار أو بنحط زيت على النار أكثر اللي توصلنا اليوم للأسف الشديد أنا بشوف هو وكمان برضه خطاب كاتس اللي هو كان وزير المالية يعني أغرب شيء يعني صار الواحد منهم يتقرب من اليمين أكثر وأكثر هل ترى بأن هناك توجيه من قيادة حزب اللي كود وتحديدا من رئيس الحكومة السابق نتنياهو لمثل هذا الخطاب خاصة أننا شاهدنا يعني كاتس يقرأ عن هاتف النقال يعني التعابير التي انتقاها يوم قال اسألوا أجدادكم وجداتكم عن النقب كان يقرأ عن هاتف نقال هل هناك من يوجه قادة حزب اللي كود لمثل هذه التصريحات ويدفعهم خاصة يعني في ظل وجود قائمة عربية أولاً فأتمنى أنه كانوا حتى القيادة تبعتنا للأعضاء الكيسي أن يكون في عندهم مستشارين زي ما في عندهم مستشارين يعني لما في عندهم مستشارين وبيختاروا الوقت المناسب وبيختاروا الكلمات المناسبة اللي طلعوها يعني التحريض حتى يعني لما كانوا يقولوا إنا قبل كل فترة ليش بتصوطوا على القوائم العربية طب دول القوائم العربية دائماً في المعارضة إحنا بدي إشي طالبوا إلكم إنتوا دائماً بتطالبوا لمنظمة التحرير أو للشعب الفلسطيني أو للدول العربية أو للأخير هي وناسين شعبكم ولكن لما صار في عندنا شريك أنا تصور أنت حتى شريك في الحكومة الحالية في الاتلاف الحالي الموجود من هناك صار انتقاد عليك باليمين بالرغم أنه الثاني آهو فاوض المؤحدي وكان بدي يدخلها معاهم لو موجود اسمطرش ومكفير يعني ما نقدرش صار من هناك فاليوم بنتقد كأنهم إحنا مخربين يعني مش حارف يعني شو اللي بدهم إياه منا إحنا هم مش عارفين شو اللي بدهم إياه منا إحنا أعداء هل بدهم إياه أنه إحنا أصدقاء هل بدهم إحنا شركاء هل بدهم إحنا بتاعي عاون هل بدهم إحنا مصالح إحنا لا يعني إحنا مش عارفين برضه من الحكومة شو بدهم إياه كل التصريحات هذه اللي بتصريحها اليمين إن كان من قبل المعارضة أو من قبل العضاء في الاتلاف مثل شاكيد وآخرها يعني هو لا يرضى اليمين أكتر يعني يعني اليوم السرائيل حتى قضية الأعلام اللي ذكرتها السعيات الوضع الموجود فيها هذا المسيري مثلا اليوم ترى أنه تؤدي إلى تصعيد وتؤدي إلى سفق دماء وتؤدي إلى لكن إذا وضعت نفسك أو حاولت أن تفهم الموقف الذي تقوله أذرعت الأمن الإسرائيلية في توصيتها لرئيس الحكومة نفتالي بنت إنه إذا حماس هددت بأنه إذا أقيمت هذه المسيرة والتي أقيمت منذ سنوات طويلة في هذا المصاري إذا حماس أوقفتها أو غيرت مصارها فإن إسرائيل تعترف بذلك أمام العالم أجمع بأن لا سيادة لها على شرقي القدس هذا الهدف اليوم هي المسيرة هي هي مش مجموعة تحمل الأعلام وتروح على باب العمود وتمرت من هناك هي المسيرة هي تثبت مين هي السيادي بالرغم أنه كل العالم حتى الواتف المتحدة الأمريكية هي لم تعترف في السيادي على شرقي القدس يعني حتى الصفارة اللي فتحتها هناك هي ما فتحتها في شرقي القدس وحتى زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لما كان زار الحالة المأبكة وزار كيزة القيامة كمان ما خدش معاه حرس إسرائيلي يعني بما أنه رمز لا دعقار في الوقت سمعنا أيضا أن الرئيس الحالي بايدل إيدا زار الكدس يقول بأنه هناك محافلة سياسية أمريكية تقول لن يرافقوا يعني قوات إسرائيلية أو ممثلين عن السلطات الإسرائيلية مزبوط يعني أنه هو مش فاعتني فيها مع الطرف أنه هذه المنطقة هي منطقة هي محتلة من كبير الجيش يعني احتلوها في 67 منطقة محتلة ومعترف فيها دوليا إنها مناطق محتلة وليست مناطق من ضمن إسرائيل داخل خط الأخضر يعني هو مش بسيطة علامة فيه الناصري أو في شفاعمر أو فيه طيبي هذه المسيرة هي في منطقة محتلة كشخص متابع لكل الأحداث السياسية وأيضا العسكرية يعني والتاريخية الحاسمة في المنطقة هل ترى بأننا على أبواب مواجهة عسكرية جديدة يوم الأحد لأنه سمعنا بأن يعني قوات الأمن الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي نشر ملاجئ في منطقة الجنوب في عدد من البلدات وهناك نوع من حالة التأهب والشرطة في حالة التأهب بسوى هل ممكن أن يتكرر المشهد؟ بأعتقد مش غريبي حتى مش بس من قطاع غزة يعني من حماس كمان برضو من حزب الله في الشمال يعني نعم سمعنا خطاب حسن نصغر لأنه مهدد كل عتدال الأقصى هو يثير ولا يحمد عقباه فيها فمش بس يعني هنا أنا بطلب دائما من قيادتنا ومن أن يكون طريقة الدعاية عندنا وتغيير المفاهيم عند اليهود اليهود هم يعيشوا فقط إذا في خوف إذا في خوف في تخويف وفي قتل يعني وبيخافوا من السلام يعني تقول هم بدهم ولكن هناك قوة يسرية يعني لا تزال فيش كسر اليوم سمعنا تصريحات وزيرة البيئة من ميرس التي تقول بأن مسيرة الأعلام هي مسيرة استفزازية وطلب منها أن تصرح بأن رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعة الإسرائيلية هو استفزاز ورفضت أن تصف ذلك بالاستفزاز يعني في حديث إذاعي اليوم مزبوط هو برضو لما بيحكي كل واحد سياسي مش بس بتطلع شو في كلبه بتطلع كيف يرضي الآخرين كيف يرضي الجمهور وهذا السبب يعني إحنا لما متحدث الواحد من عاطفته كيف بده يرضي اللي كباله أما دائما بيقول كلمة الحق اللي بيقول كلمة الحق لا بتغسر تقيته يعني اللي بتكون هذا مثلا موجود عندنا فكلمة الحق هي صعبة وكلمة الحق هي قاسية وكلمة الحق هي بدها إنسان شجاع اللي يقول شو المساوي طيب أريد أن أعود إلى الساحة السياسية وأنت تعلم يعني في مثل هذه الساعات الأسبوع الماضي مثل هذا اليوم كانوا في احتفالات في حزب اللي كود بأن الاتلاف الحكومي سقط غيداء ريناوي زعبي ستصوت يوم الأربعاء ضد الاتلاف الحكومي وأنت شخص يعني لك اتصالاتك مع أدو الكنيسة غيداء ريناوي زعبي هل فجئت من عودتها إلى اتلاف الحكومي بعد نحو ثلاثة أيام من انسحابها منه لم أفاجأ أبدا لأنه كان في اتصال بينه وبينها وعرفت إنها هي فاتت على شيء ما بتقدر لهش يعني شو المقصود فيها هي يعني لما قالت الأسباب والأسباب هي سابقة يعني قبل عشر تيام قبل في رمضان يعني الاعتلاد في الأقصى كانت في رمضان نعم والجرازة الشرين وبعاقي الشهيدي يعني كانت قبل عشر تيام وإيه ساقتنطي يعني مشان تستقيل لي لو وانا قلت لهي بذل حرف واحد قلت له لو استقلتي في حالة وهم حاملين الجثمان الشهيدي على شرين على اكتافهم وصرحتي بدون مكتوب بدون رسالة صرحتي النابضة طعم الاتلاف برفعوك الناس الاتلاف بعمروا بطالة كومية لكن بعد إيش إذا فيه هنا سبب ثاني وسبب أشياء شخصية موجودة هنا تقصد التعيين فيه ككونزل في شنجهاي أنا لا أعتقد أنه فيه سبب ثاني فيه سبب ثاني ثاني قلتني أنا رايح أتراجع أتراجع في هذا الموضوع ولكن عملوا لها الجاهة والأذكة وتراجعت وتراجعت مقابل إيش يعني يا أسف شديد ولكن أنا بعرف أنه الوضع اللي في بينها وبين كبان الحزب تبعها حزب ميرتس مش طبيعي يعني فيه مثلا هي لم تحضر جلسة كوتلت ميرتس بعد عودتها من الاتلاف الحكومة حتى قبل رئيس حزبها نيتسل هوروفيتس من ثلاثة شهر ما قادرتش معها من ثلاثة شهر ما قادرتش معها مع العلم بأن هوروفيتس هو من جلبها وعرفت أنه هي ما لهاش طريقة يعني انتهت يعني مش رايح ترجعها كمان مرة على الكاسد ولا تكون فيها منصب أو تتدور على حزب تاني أريد أن أسمع منك كيف أثرت كل هذه القضية على القائمة العربية الموحدة ونحن شاهدنا يعني الدكتور منصور عباسي وسارع إلى بيت غيداء ريناوي زعبي يوم الجمعة صباحا كوسية أو كليقناعها للعضول عن الانسحام من الاتلاف الحكومي كيف أثرت هذه القضية الموحدة طبعا سقوط الحكومي هو ليس منصالح المصالح الموحدة يعني الموحدة هي فاتت في نفق اللي بعدها مش عارف تطلع منه يعني أنا في نفاة؟ طبعا فاتت في نفاة في نفاة اللي يسمى نفاة الإتلاف نفاة الإتلاف يعني إما بتخرج منه من الطرف الثاني بتوصل عليه والناس بسفكوها وبقولوها ما أعطيناك أنك حصلت الشيء أو لا ففي حالة اسقوط الحكومي في هذه الفترة بالذات والتحصيل اللي حصلته أو بتدعي أنها حصلت الموحدة لم يخرج للشعب والناس يعني مش ملموس بعده يعني الموحدة بس قرأنا بيان الموحدة أمس بأنه حصلنا حصل سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين طبعا نحن نحكي عن ملياردات نعم يعني سبعمائة وخمسين مليون شكل اللي حصلته هو طبعا مقابل في سبعمائة وخمسين للمستوطنين لكن يعني الربط فيها مش لازم يكون فيه ربط زي ما قال الدكتور رحمد طيبي مش لازم مرموطات تنتين لو أنه مرموطات بس فقط في الموسط العرب من كونه كان فيه يعني بتوافق على هذا وتعترد على الثاني لكن الموافقة هي موافقة على الثاني على كل مش مهم يعني صارت هذه صارت هذه سبعمائة وخمسين مليون هي تكفي لبلد الطيبي لا تكفي لطيبي يعني فهي فتات يعني مش مش ألقد مبالغ سبعمائة وخمسين مليون بنظرك هي فتات لأنه في الموحد يعني بيتكلم عن خمسين مليون هذه الكلمة فتات بالنسبة لهم مش مهمة أنا بتسمحني شوي أنا بقول دايما أنا بنتقد الموحدة وبنتقد كمان المشتركة يعني مش المشتركة أنا بنتقد تنتين تنتين يعني فيه الانتقادات على الكل اليوم مثلا ما نحكي أنت على مليارداته بتحكي اليوم على سبعمائة وخمسين يعني شيء يعني مش 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 مكبول يعني يعني أنا مكبولوش يعني يكون في هذا في هذا الوضع الموجودين فيه إحنا آآ قسا بالنسبة للموحدة بالنسبة لعادة غيداء طبعا ضغطه عليها أنا على أساسي تضلها مستمري وتستمرها لفترة فترة 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 الكريسة هدي حتى نهاية هلي ينرى شوان تبعت سنة وبعت سنتين بعد ثلاثة يعني على أساسي تتكمل الموحدة مشروعها اللي طرحته اللي طرحته ودير بالك الشعب والناس عنا هنا هم مؤيدين لفكرة الموحدة مؤيدين لفكرة الموحدة إنه بنا تعاون بنا نكون شراكة بنا نكون كل شيء لكن شايفيني احنا للأسف الشديد حتى اليمينين الموجودين في الاتلاف يعني مش خضمين الموحدة فيها يعني تصورت شاكيد بتصور بنت بتصورت الصريحات الموجودة من هنا يعني كانهم مش عاملينهم إحساب يعني هذا الشيء يعني بغيبهم وثمين برضو معارضة نعم على ذكر أيلة شاكيد هي سؤالة أمس متى ستنتهي هذه الحكومة ستنتهي دورة هذه الحكومة هي قالت أنا أتصرف كل يوم على أنه اليوم الأخير أنا فيه في منصبة سؤال بخصوص حزب كحول لفان وبيني جانس سمعنا يوم أمس أزمة جديدة في الاتلاف الحكومي عضو كناسة من حزب بيني جانس يقول أنا لن أصوت مع الاتلاف الحكومي إلا في قضيات حجب التجاه هل هو يعني هذا لعبة من بيني جانس لكي يسكت الحكومة لأنه لا يريد أن يرى يائر لبيد في رئاسة الحكومة في الفترة الانتقالية في حل لو سكتت الحكومة من طرف أولا الضيل لبيد ضيله سنة نعم يعني فيه وقت أكثر من سنة حتى أكثر من سنة يعني مش هل كده يستعجل فيها ولا هو ينعب منه ولا أي شيء هذا الاتلاف أو هذا الليجو المبني من الاتلاف يعني مش ركب على بعضه وبعض كله هذا عندنا مثل عربي الخشب ما ركب على بعضه يعني يعني تصورت في يمين وفي يسار وفي عرب وفي موحده وفي إسلامي يعني الانتقادات هي موجودة عليهم قد ما يكون فاليوم التصرحات اللي بتشوفها انت في الحكومة بصرح الواحد مش هل يعرف شو رد الفعل يعني هي بالضبط زي ما قلت انت يعني فيها نوع متهديد كان لابنت أولى يعني فيه أشياء اللي فيهم من الترفيب فيها طبعا مش كل شيء هو بذكر على الطاولة الطاولة أو يذكر لوسائل الإعلام وشوفنا شو صار مع ميري راجف يعني حتى الشيء اللي كان في مغلق عندهم سجل وطلع وطلع منها ففيه أشياء اللي انت سؤالي على الأخير لك على الناشط السياسي والاجتماعي مجلس صعبني عن القائمة المشتركة كيف تقيم أداءها في هذه الفترة أولا زي ما قلت لك انه أنا يعني بعز علي تنتين ومنطقة التنتين وكله معززين علي ده المشتركة اللي هو أنا اليوم انه المكسب تبعها هو تصفيق الجمهور تصفيق تصفيق الجمهور يعني هذا هذا بقول بكل صراحة المكسب تبعها اليوم انه كدهش بتطلع أضاء كنيسة وهذا اللي بناشية احنا احنا بجوز أربع خمسة أضاء وستة أضاء كنيسة فعالين ويعملوا أحسن من خمسة كنا خمسة ومعناش شي شي يعني هذا المكسب تبعها اليوم هي بتعمل للانتخابات وهذا السبب الأساسي ولكن من هذا المنبر أنا بتوجه للقائمتين للقائمة الموحدية ودائما بقولها للموحدية وللمشتركية يا عمي هاي الطريق نجربناها الطريق الانفصار والانكسام نجربناها والمناكفات اللي بناتكم طبعا ما صار على الحداد بينكم ولكن الجمهور بده شي واحد بده العودة إلى الوحدي وكيف الوحدي يعني انا تتعرف ان الوحدي انا كنت يعني شريك فيها في رجلة الوفاق وفي بيت طلعت المشترك الأولى ايه ايه في 2015 ولكن للأسف كانت وقتها ما كناش نتصور كانت مميتنا تركيب كراسي وانا اعود لتركيب كراسي مش رح يعود تركيب كراسي يعني ما بتفرق عدني جابت 15 اللي كانت العضاء جابوا 15 ولا جابوا 10 ولا جابوا 9 النتيجة هي فمن هنا انا بقول بتوجه للكائم المشتركي وللموحدي تعالوا يا عمي نتفق على نجنة من علماء عنا علماء سياسية علماء اجتماع علماء في الهندسة في بناء المدن فيه تخطيطات في البرنامج السياسي في البرنامج العالمية نتفق نكون هذه الجمعية ونحط امامنا برنامج سياسي عملي ونتفق عليه وبعدين يجي على تركيب الكراسي هل ترى ان هذا الامر قابل هذا الامر يجب ان يقبل هذا الرم هذا ال تواصلت مع حدا من المشتركة والوحدي طبعا تواصلت من المشتركة والوحدي شو الاجوبة فيه يعني فيه تكون مشه ننقض اعضاء الكريث نفسهم يعني لمصلحتهم انا بقول لمصلحتهم انه هنا نرجع على الخمسة عطينا فيه اتفاق على لقاء اولي او على طلع كانت مبادرة كانت مبادرة قبل تطرب عشر ومبادرة ما تلاتش للنجاح اما فيه يعني لما بتحكي مع هذا الطرف مع هذا الطرف كلك اه ما يرجع اه ما يرجع اما شو مثلا خد مثلا القائم المشتركي او الجمهة بالذات يعني ما هو عندنا برنامج سياسي اي اخر برنامج سياسي اي هو مصحف عند الله يعني لا يتغير في عندك شيئ لا يتغير تعال تلمي برنامج سياسي مشترك انا بقولها دايما نعمل وكلوا جماعة نتفك على برنامج على خطة عمل على اتفاق نتفك فيه مش نظن من نروح لكليسة ما نعارض اذا بلاش نروح لكليسة يا اهمة يا واحد بنتين وهذا اللي بخوفني انا نسبة التصويت هنا بقولها ومنها سيقولها وسجل عندك ان نسبة التصويت لم تتجاوز 38% في الانتخابات الجاي وهذا يكون خطر على القائمتين على القائمتين فانتو يا عضاء كنيسة يا زعمائنا انتو تاج روسنا احنا مفتخر فيكم في كل اخطائكم من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ يعني كونوا طلعوا على الناس واعملوا استفتاءات وشوفوا شو الجمهور بده الجمهور بده وحدتنا بده قوتنا بده تأثيرنا بده مصلحتنا اليوم شوفنا صار نسمع يعني حتى في ايام الحكمة عسكرية ما اسمعناش جلند ولا اسمعنا كاتس في هذه التصريحات اللي هي بتخوف اليوم انتو لما تطلع على مرتك انتو مرتك تطلع محجمي وانتو محجمي تطلعت القبيبة وعلى تابس التفق يعني شبال الا للضروريات من الأروح اليوم العامل اذا بأخد معاه شرخة مش هاشتقل فيها او بوقت ما عاشقوش مش هاشتقل فيها صارت خطر على حياته يعني اليوم وضعنا يرتله يعني في عنا عايشين احنا اليوم في كلوبنا يعني اولادنا في الجامعات نفس الشي يعني انا دايما احفادي في الجامعات فيش يوم فيش ساعة دكيكة بتصل فيهم وين انتو شو سويت شو عملت يعني برضو في عنا خوف هذا الشيء ما كانش كنا رؤى تل ابيب ونصر وجي الصبح ونطلع هذا اللي كان قبل مش هاشتقل في اليوم مش هاشتقل في المستقبل فلا هذا السبب انا بقول دائما يا عمي اطلعوا على احفادنا وعلى اولادنا في عنا مشاكل قدامنا الناشطة السياسية والاجتماعي ماجد صعابني شكرا على حضورك في استوديو قناة هلا